قلت الزاكرة الداخلية ممتلئة بالموبايلات كثيرة في كثير عالم بتشتكي منها هل في عنكم في شغلات الأمور لازم توقفوها أنتو حتى ما تتعبّد زاكرة بشكل سريع وحتى في فيديوهات أو صور يمكن تنزل من تطبيقات أنتو ما لكم عملية توقيف حتى بتفيد تدخلوا على هدول فيديوهات أنتو ما لكم بنزلينها بالأصل وما بتحتاجوهن تعالوا حتى نعرفكم على حل من الحلول أول تطبيق وحل رح نحكي عليه هو تطبيق التليجرام وبينحفظ لحاله بدون ما أنتو تحفظوه بالاستوديو عنكم أو بالمجلدات من شان هيك رح لفرجيكم المكان أنتو ممكن ما بتتخيلوا أنه حتى موجودين عنكم بالاستوديو هلأ إذا رحنا مسلا على الملفات متل مو شايفين هون عنا شي اسمه مكان التخزين الداخلي كمان ندخل عليها بدنا ندور هلأ هون بهذه المجلدات مندور على مجلد تليجرام مننزل لتحت منشوف وين مجلد تليجرام منتدور عليه لحتى نلاقيه هالي هو مجلد تليجرام في عنا أربع عناصر متل مو شايفين طلعوا هلأ هون مسلا في عنكم تليجرام فيديو فيه 377 فيديو أنا مالي منزل كل هالفيديوهات كلياته حتى عنكم الاميج عنكم الصور يعني الف وتسعمائة وسبعين صورة تمام عنكم الاوديو عنكم الدوكمنت اللي هي المستندات هلأ إذا دخلنا على الفيديو أو عفوا هاي بس على الصور خلينا نرجع لبرا ندخل على الفيديو تليجرام فيديو لديكم فيديوهات 1 ميجا 2 ميجا 10 ميجا 15-16 تليجرام كل هاليا دولفيديوهات اهلا باكركم ما يمنزلون طلعوا هذه جميع فيديوهات انا مشترك بقنوات رياضية مثلا متل مشايفين هالي كلاهاتهم اهداف ومقاطع من آن قدم انا ما اريد ان مشترك فيهن هلأ فرجوكم كمان كيف من وقف هايش تغلي مشا ما ينزلوا لحالهن هلا هوا نحن عأن المساحة بدنا نعين نعيد نعيد ونعيد ونعيد جيجا بايت اه مشتخدمة من ميتانشتر خمسين جيجا بايت. خلال نرجع الى المكان التخزين الداخلي. بنرجع ننزل لتحت على تليجرام. وين هو التليجرام? هاي التليجرام. ندخل عليه. نرجع رح ندخل على الفيديوز. رح حدد انا كل الفيديوهات لنشوف قدلش رح يكون حجمون. رح نعمل هون تحديد مسلا بحدد الفيديو واحد بكبس هون على الكل. مش هيتحددوا الكل. وهلأ منعمل حسف الكل. طبعا انتم في بيكون تختاروا الفيديوشان ما حد انا يقلي انه هيك بتحذف الفيديوهات اللي انت عندك ياها واحتمال في فيديوهات بالضعك ياها. هلأ انا بحكي بشكل عام انه يجب نحدد الكل ونهزفهم. رح احذف هلأ الكل. يكبس على حسف الكل. هلأ فينا نعمل له النقل الى ساية المحزوفات. كمالا لازم تركزوا عليها هي الشغلة. نكمس نقل الى ساية المحزوفات. متل مشاعفين هلأ 377 فيديو هلأ عمين حسفوه. تمام. هلأ متل مشاعفين لك هاي التخزين داخلي. تليجرام تليجرام فيديو ما من ملفات. هلأ ازا رجعنا الى وراء. كمان الى وراء. نرجع الى وراء اخر شي. لسه عنا متل ما هي موجودة ميتين وعبطعشر جيجا بايت من ميتين وستقمسين جيجا بايت. خلينا نقرب عليها شوي. متل مشاعفين هون. هلأ شوفي عنا فيه شغلة بننشوف. بننزل لتحت على سلاة المحزوفات. ندخل عليها. هلأ هون بيطلعنا كل شي هلأ فيديوهات حزفناها قبل شوي. نفسنا دول فيديوهات الموجودين. هلأ ازا كبسنا هون تحديد. بنكبس هون. بنحدد. نشوف كم واحد حي حددنا مثل مشاعفين تلاتمئة وسبعة وسبعين من مجلط. عفوا ملف. بنكبس هلأ على حزف الى فينا عملهم استيعادة ازا في فيديوهات مثلا حزفتوها بالغض كون تعملوا استيعادة فيكم تشوفوه من هون. بتعملوا استيعادة. فيكم تحددوا واحد او تحددوا الكل بتعملوا استيعادة. هلأ انا راح احمل حزف الكل. وراح احزف. نشوف هالقدش هيضل المساحة. هتصير المساحة هلأ الموجودة هنا. هلأ متل مشاعفين صار لا توجد ملفات او مجلدات ازا رجعنا الورا. متل مشاعفين هلأ هون صار مئتين عشر جيجا بايت من مئتين اشترا خمسين جيجا بايت مشتخدمة. يعني حزفنا اربع جيجا بايت. يمكن لحد يقول انه هاي المساحة قليلة او كذا. بس لسه في شغلات تاني كتير فيكم تفعلوها. مثلا عندكم لسه عنديكم الانستجرام. عندكم مثلا فيديوهات مثلا تيك توك. عندكم مثلا فيه عنديكم امور تاني مثل الواتساب كمان. هلأ شو لازم تعملوا بالتليجرام حتى ما ينزلوا هذو الفيديوهات لحالهم بشكل تلقائي. اول شي مروح على تطبيق التليجرام. منكبس هنا على ثلاث شخصات الموجودة فيه. بعدها منكبس على زر الاعدادات. وهو منلاقي شي اسمه البيانات والتخزين. ندخل عليها. متل مشاعفين عنا شي اسمه تنزيل غسائل تلقائيا. هاد الشي لازم نلغي. يعني عندكم عند استخدام بيانات الجوال مسلا نعمل لالغاء. كمان هي كانوا توفروا البيانات بعد الجوال. وعنكم كمان اتصال بالواي فاي كمان منلغيها. حتى عند التجوال كمان منلغيها. منلغي هذو الشغلات كلياته. يعني هون ازا بتشوفوا استخدام التخزين عنكم 2.5 جيجا بايت تعريبا عنكم استخدام البيانات كمان 13 جيجا بايت. يعني هذول كلياته مساحة. وفيديوهات نازلة. يعني حتى بكون. يعني مساهل انا مشترك بكتير قنوات. احتمال القنوات مسلا بيعرفها ما بعرفها او كنا سيانة مسلا. وبيبعتوا صور يوميا بيبعتوا فيديوهات. يعني انا احتمال ما بتلزمني هذول صور او ماني مهتم فيها. مشان هيك بتاخد مساحة كبيرة اول شي. تاني شي بتاخد كمان بتستهلك من الانترنت عندك. اذا كنت فاتح من باقت في الجوال كمان تاخد عنك مساحة كمان تستهلكها. او بتاخد من حتى الواي فاي. وبتبطع عن غيرك وعنك يعني كمان. شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومة. انا بهالمرة حكيتها بشكل مختصر كتير بس اه انزعجت و قلتولي لأ حكيها بشرح واضح اكتر. حكيها بالتفصيل. هي حكيت لكم ياها. ان شاء الله اذا كونوا استفدتوا من الفيديو. تركوا لي هيك التاريخ حلو كلكم. ولا تنسوا تشاركوا مع اصحابكم. ونشوفكم فيديوهات جاي. ويلا سلام.